مثل ما عم نسأل بعد إذا راح تشتي ولا لا نسأل بعد إذا راح يكون في حرب قيمية ولا لا في هذا كمان الخطاب السمم اللي بيقول هيدا مش الحرب تبعيتنا خليهم هن يتقاتلوا قد ما بدهم نحنا ما خصنا في ناس بجنوب عايش حرب في حرب ببلدك الجنوب بش منفصل عن لبنان ما عم ببرر بس عم بجرّب أفهم هيدا الشيء يلي عم شوفوا اليوم أبعايته شفتوا إبادة بوجنا الإنسانية قدي فيها تتحمل تشوف مأساة يلي عم يصير بعد أكتر أسألك عن جنوب يشوفونا هم عن جنوب بايدن عم بشكك بإذا الأعداد هيدولي صحيحين أو لا بهيدا الشي هو مش بس شرع للإبادة اللي صارت هو عم بشرع لمجازر قادمة أولكم الإسرائيلية عم بستهدفوا الصحفيين معتاز عم يطلب حماية دولية الصحافة بخطر لأن الحقيقة بخطر بأي ديمقراطية في ناس بيطلعوا على تيك توك بيحطوا ميكوب وبيتمسخروا عن ناس اللي عم بتموت بس يومين ما لما رح يفتحوا كده بالتاريخ كيف كان نحاطه للصور الناس يعني بنكرهوا نعملوا رح نشوف صور ممكننا نصدق كيف هيك نصير ما كنا نتخيل كيف شخص عم جل كان يعمل إبادة مثل الهولوكوست وهي عم بتصير قدام وبيتنا نتسئل كيف العالم سكتت كثير عالم عم تنسحة من إستجرام لأنا بلقيه مش إنه غريب أمرار الصح النفسية كمين لازم نعم نسويتش أوف لسوشيال ميديا بس للعالم اللي عندهم بلاتفورمز كبيرة عندها فرصة تتحكي عن هيدا الشي شريحة كتير كبيرة من العالم شو عم يعملوا منظر الولاد الميتين ما لازم نتعود عليه منظر البيوت المكسرة بغزة ما فينا نتعود عليه في أمل مرحبا هاي السردة كتير عزيزة على قلبنا مش بس لأنه رح تتعرفواها دانا عبدالصمد وغيال أسعاد يلي هنه فريق أمل سردة بس كمين عائلة سردة بس كمين لأنه بنا نحكي عن موديا بهمونا رح نحكي عن الشئ الإنساني رح نحكي نحنا كلبنانيين شو عم نحس كجيران تيجي شو عم بيسير بفلسطين ونحنا كبشر يعني رح نحكي بتجرد هدي السادة جاي من القلب رح نكون كتير صريحين شي استثنائي لأول مرة رح تشوفوك كلنا قاعدين سوا عم نحكي عن شو عم نحس بس as real as it gets وإن شاء الله تم بستو فيها قبل ما نبلش هاي السردة بس ما ننذكركم تعمنوا لايك وسبسكرايب على هيدا الحلقة وعلى الـ Our Channel وعلى كل المنصات الصوتية تابعنا مثل أبل بودكاست جوجل بودكاست سبوتيفاي وأنغاني وديزر وديزر وكمان من نقول thank you لكل الـ Patrons طبعونا لأنه لو لكم ما في سردة وما كان عنا نحنا شغلنا ما كانت شربت قهوة أنا ولا كانت غية أكلت منقوش بتساعدونا كتير بتطفع قهوة دانا حق منقوشت غية وكمان ما كان عنا الاستقلالية اللي عنا يا هلأ بكل اللي عم نحكي فيه وما نقول شكرا لخمسة Patrons مثل ما عودناكم دايما thank you سعيد خصيني thank you John McKinney علي السمد thank you سوزان باشا ومحمد فخر الدين thank you so much كيف رأيتونا يعني ام عددتو التواء أحسن مني ننفعل دايما معين مني يا ولقم عددت لعنا عمتتت سأل ليش في دانا صمد في غير الأسعاد قدامنا لعنة بتعرف دانا أنت كريتيف داركتور تابعيتنا سألك معنا من أبسود 16 16 تشتغلي معنا أنت مخرجة وبلش تشتغلي معنا من شي سنتين ونص سنتين ونص ثلاث سنين ونص حلو كتير وفي غير الأسعاد هي الكونتنت رعيتر تابعيتنا بتعقد ويه كيتبة كمان من خصوص بالإعداد بتهتم فيه لذا أهلا وسهلا فيكم شكرا ورحبا في سردي شكرا ورحبا في سردي شكرا أول مرة بتكون قدام الكاميرا نحن نحن نقود كلنا سواء لأنه نتعرف نشوف بعض كل يوم ونسأل بعض كيف يكون وكل مرة يكون الجواب مختلف لأنه كل وقت الحالة تتغير والجواب تتغير عشان هيك نحن على أساس من أن أعمل سردي أنا وياكي مدعم هيك ونحكي عن هذا الوضع السوريالي اللي عم نعيشه برج كل شيء يعني برج شو عم بيصير بلبنان بفلسطين وبالعالم مازوئين بيتليفوناتنا ممع شو حيصير بين ليلة وضحاها لأنه شفنا أنه كل واحد بيناتنا من خلفية مختلفة لنخلين نقود كلنا سواء أول شيء كل عام بتعرف عليكم تعرفها ديناميكية بيناتنا ونتعم أكتر بهذا الموضوع لأنه I think everyone has something to say So كيفكم هيدا يمكن أصعب سؤال بنسأل هالفترة وأغضر سؤال كمان الفكرة أنه ما فيك يعني مش مناح نحنا مش مناح بس ما فيك تقول هيدا الشيء وبتجرب تكون مناح بعد ما فيك يعني الأشياء اللي عم نسمع الأشياء اللي عم نشوفها بفلسطين الأشياء اللي عم نعيشوها ما بقى بتعرف قدي أنت منيح و بنفس الوقت بتنسأل أنت كمان عندك مشاكل أنت كمان عندك حياة أنت كمان عيش ببلد حالته مننا طبيعية بس إن شاء الله نصير منيح وأنت ريا شو وضعك أنا ما بعرف يعني ما عم بقدر حدد إذا أنا منيحة ولا لأ ما عم بقدر حدد أداة أنا مش منيحة يلي تحسي الحاصل ما في إنسان طبيعي ممكن يكون عم بشوف اللي عم بيصير و عم بتابع و عم بيواكب و عم بيغطي و عم بيحكي عن الموضوع و يكون منيح و بنفس الوقت حس إنه مقارنة باللي عم بيصير بالناس بغزة يلي هنا قدام متان بتانه خمسين كيلو متر بعيد عنه آه ماشي جيران آه إنه أنا لازم يكون منيحة مقارنة بالمعاناة اللي هني عم بيعشوها ففي هيدا الصراع بعتقد كلنا عايشين عايشينه و كلنا عم نحس بالزنب و حكينا عم نحكي بين بعض بهيدا الشيء كل ما نكون عم نحضر لأشيء عم نحضر لحلقة عم نحضر لمحتوى عم ننزله مستنحكي بين بعض عنا أنا عم نشارك أحساس بالزنب كتير كبير صح نمتوا كيفكم أنا مني منيحة أوكي مني منيحة مني منيحة لأنه يعني عم عم شوفوا اليوم عمري خمسين سنة أوكي و شايفي شايفي على التلفزيونيت و شايفي شو صاير بالعالم يعني عم شوفوا اليوم عم شوفوا اليوم بحياتي شفتوا أوكي إبادة بوجنا سمعين حكيين عن إبادة شايفين أفلام عن إبادات شفنا مشاهد على التلفزيون أرينا تعلمنا بالمدرسة وهيكي بس هلأ عم نعيش عم نعيشها و عم نشوفها و أنا يعني كتير كتير عم بديقنا هي الظلم كمان يعني في إبادة من ما يريه والظلم مع هذا الشعب من العالم كله فأنا مني منيحة لأنه لما مثل ما قلت يعني ما فينا الحس يعني عم بيحسوا ما في مجال يعني قد ما ما في تحت حالك محل الشعب الفلسطيني والناس اللي هلأ يعدين بغزة و بالضفة الغربية كمان و بالضفة الغربية كمان يزمي الحكا أكيد و بس أنا يعني عم شوفه إذا مني منيحة لأنه عم تتابع شو عم بيصير مش عم بيقدر بفرط تليفون وبقرأ مش عم بنام بس لإلي هيدا نهاية الإنسانية وصلنا لمرحلة اليوم بخياتنا أنا شخصيا يعني عم شوف شي ما كنت متوقع شوفه يوما ما يعني الظلم من ورا الظلم من ورا الحكة تبعا الناس من ورا أصص يعني عم نقريهم عم نشوفهم كيف الدول برا عم بيدعمهم عم بيدعمهم إسرائيل و نتانياهم قليلا نقول نتانياهم يسمي يوم بيومه ويتغير الإحساس أنا عندي هذا سير عالدخلي لأنتك تحكي غياء أنه في أمري ما بكون متفائل بس بجرب عيش حياة طبيعية بس بتطلع على إنسجرام في مجزرة عم بتصير على إنسجرام لايف في بوست ما بعرف كتير هيك بقى معي قالوا أنه أنتم كنتم فاكرين بال2023 راح تشوفوا السيارات عم بتطير بس اللي صار أنه شفته مجزرة على إنسجرام لايف ما بعرف اللي بقيت معي لأنه في هذا الشعور الهلبلسنس لأنه ما فيك تعمل شي فعندي هذا الإحساس بده تضب كليكيش أو روح باتر فيه بالجبل أو أعزل حالي أو كمان إذا عندي الفرصة يقدر سافر بسافر ما لتاني عم قول طعا شو كس اختر شغلة خلي البلد يروح نفوت على حرب لأنه كمان نحن نسأل حالنا إذا في حرب أو ما في حرب كل يوم هو أكيد فعلا في حرب على حدود العالم عم بتموت يمين شمال بس نسأل بعض إذا حيصير في تصعيد إذا حتصير حرب إقليمية وجنون لأنه مثل ما عم نسأل بعض إذا رح تشتي ولا لا نسأل بعض إذا حيكون في حرب إقليمية ولا لا مشهد سوريالي وللأسف بعتد من وراء اللي عم بيسيب في فلسطين ما عم نخلي كمين حالنا نبقى مع مشاعرنا نضبط حالنا كل ما منحس بشعور هيك مكتئب إنه بزعل بس لأ شو عم بيسيب الفلسطين ما إلي حق إزعل لأنه حرام في ولادة عم بتموت وفعلا يعني في مجزرة عم بتصير بس من وراء هيدا رشي إنه عم نضبط حالنا ما عم نقدر نتحسن صح بس أنا من وقت لو وقت برجع بتذكر شو قالنا عمر الشجري اللي هو إنسان عظيم قالنا ما بحياركم فيكم تستخفوا بمشاعركم ما لازم تعملوا هيدا الشي لأنه أكبر مشكلة لأليك فيها تكون مسألة حياة أو موت تعاطف ما له حدود يعني إتس أوكي if you think about yourself بس أكيد ما لازم ننسى شو عم بيصير تعرف في شغلي عم نحكي مع بعض كليون أنا حاسة إنه ما في محل لمشاكل ما في محل لوجع طبعي شخصيا يعني أنه أسعيد الشخصي أنه شو عم بعيش أو مشاكل وهيك حاسة إنه حياتي هلأ انهولد وقفة كلنا وقفة سألنا أكتر من تت جميع حياتي أنا انهولد يعني ما في بدعم أول شي ما عم فاكر ما فيني فاكر على المستقبل ما فيني فاكر على يلي بدي أعمل يعني حتى ما فيني فاكر ماني عارفة يعني ما عم بقدير مخي ما عم بفروس كتير غريب هيدا الإحساس دانا أنت وقتك نجل هون بالسياركت عم تقولي ما كتير عم تقبض الأسس جد معك مش ما كتير عم بقبض الأسس جد بحياتي أصدق إنه بتوصل لمطرح بتحس إنه كل شي عم يصير معك هلأ ما فيك تاخد ولا خطوة فيه ما فيك يعني ما فيك تعمل بلانز بتحس إنه بتحس حالك عم تأجل كل شي بس ما بتعرف لأي متى يعني نعرف أين تخلص الحرب نعرف أين حياخد الفلسطينية حق نعرف أين نحن حنقدر نعيش طبيعي ما نعرف شي فالفور في عندك هيدا المسألة اللي بتصير أنت تفكر إنه أنا المشاكل اللي ما فيني شاركة مع حدا لأنه كلنا عنا مشاكل كتير تقيدي وكلنا رح حس حالي كتير بايخة أنا عم بحكي عن هيك مشاكل بالمشاكل اللي صنع عم نشوف ها صح بس فيه شغلة كتير مهمة بدي أولا أنه أخطر شي بكل اللي عم نتعود عم نتعود مش بس عم نتعود عم نتعود عفكرة يعني كل شي صار ميرق معنا نحنا بالبنان الانفجار عم نجرق كل ما نجرق يعني قدي صعبة وقدي ضلينا لحتى قدرنا شوي نرجع لحياتنا الطبيعية من بعد انفجار بيروت أول ما بلشنا نحس حالنا أنه عم ناخد نفس بيجي أشي تاني أشياء اللي عم بتصير ما بتخليك توصل لمحال بس من ورا الأشي اللي عم بتصير بتخاف تصير تتعود يعني متل ما كنتي عم تقولي شفنا كتير أفلام شفنا كتير مجازر هيدا الشي بيخوف نحنا ما لازم في اشياء ما لازم نتعود علي منظر الولاد الميتين ما لازم نتعود علي منظر البيوت المكسرة بغززة ما فينا نتعود علي غلط كلمة أصف ما فينا نتعود علي كلمة احتلال هودا الاشي اللي كتير خطر إنعم إن شاء الله لا بس إنه ما لازم نتعود علي مشتدي من ننسى أنا هيدا خوف لكنا عم نحكي مع غيا هذي كل مرة أنا كتير خايفة إنه يبلش يخف هيدا الاتنشن عيالي عم بيصير إنه إذا صار مشكلة غير بالعالم يبرمو الكاميرايات مثل ما كان عم بيصير مثل ما دايما دايما بتصير الساكل الإعلامي بيتغير تغير بيبرمو ع غير موضوع خلاص متو إسرائيلية ما بنا نركز على فلسطينية بقى لأنه هيك شي عم بيصير ما معنموت إسرائيلية خلينا نفتح ما بقى نسبتك وأنا من 7 أكتوبر لليوم بظل كل هذا الحز إنه أنا بحال تحدد كلنا بحال تحدد عم نحد بس بنفس الوقت عم نحاول نعمل شي وبنفس الوقت مش حاسين إنه اللي عم نعمله كافي يعني فيه هذا الصراع بس من 7 أكتوبر لليوم الشي اللي كان بركة عم بي مش أنا عم بيخلي يكون عندي أمل بس اللي عم بيخليني يكون قول إنه بركة اللي عم نعمله ممكن يوصل لمحال هو الناس يعني هو المظاهرات اللي كانت عم بتصير بجميع أنحاء العالم هو الناس يلي ما عم بتوقف تنزل على المواقع التواصل الاجتماعي طبعا شو عم بيصير الناس يلي ما عم بتوقف تحكي إن كان عرب أو غير عرب هيدا كان إذا بدك عم بيريحنا عم بيقول لي نقف إنه اليوم رجعت القضية الفلسطينية عالطاولة من بعد غياب كتير طويل فردة حالة ومش بس عالطاولة عم نحكي طاولات الحوار وطاولات الصفاءات عم نحكي عالرأي العام الرأي العام الغربي والرأي العام حتى العربي بين الناس مش بين القادة أبدا بين الناس فهيدا كان إذا بدكن عم يشفعنا شوية على كل هيدا الحزن اللي عم نحسه وفي شيء ماما قالت لي من ثلاثة يام كنا عم نحضر نحضر كلنا سنعاني على واحدة من غزة عم بتقول عم تبكي عم تشاشة بالبكة وعم بتقول إنه بليز إليلي عم يسمعونا الناس نحنا عم بيشوفونا عم يسمعونا عم بيعرفو اللي عم بيصير فينا مثل إنه عم بتناجي الإنسانية أريد أسألك عن جد بيشوفونا هم عن جد يعني بيكونوا شايفين الفيديوهات بيكونوا شايفين الناس بيكونوا شايفين الأطفال اللي بتتقطة بدنا نعرف إذا هم مش شايفينها أو لا نقول ليش ساكتين هيك فعب بتقول لي أم تب كل هيدا اللي عم ينعمل كل هيدا اللي عم ينحكى ومظاهرات حيقدوا لشي حيوقفوا شي رحيودة أنا ما بعرف ما بعرفشو جاوبة كانت تلاقيه إن شاء الله عم تحكي عم نحكي على السايكل الإعلامي في ما بعرفزا في احتمالين بس من ميلي في مجال برك الإعلامي يقرر يغير الأجندة خلص خلص خلين ركز على شي تاني وكمان نحنا بركب اللاواعي متل ما عم تقولي أنت دانا ويبيكون ديسنسيطيز يعني خلص عم نشوف شو عم يسيب التليفونة ولحالنا منبلش نبعد عيننا ومنجرب نعيش حياة تاني وهذا شي ما بعرفزا راح يصير بس تاني لأنه بتفقد إنسانيتك أنتو عم تعملي هذا شي وما بدك تعملي هيدا شي مثل كأنه إذا سكرت تليفونك خلص ما بعرفزا شي بحوزا وفي كتير عام بتعمل هذا الشي على فكرة في كتير عام عم تنسحب من إنستجرام لأنا بلقي شي كتير مش إنه غريب أمره للصحة النفسية كمين لازم نعم نسويتش بس للعالم اللي عندهم بلاتفورمز كبيرة اللي عندها فرصة تحكي عن هذا الشي لشريحة كبيرة من العالم شو عم بيعمل ليه قرروا فجأة أنه أنا بدون يحكوا عن هذا الشي بالعكس ستعملوا البلاتفورم تبعيد تكون فور جود ف مالشو من نعمل كنت عم تقولي إنه يلي بيعطيك عمل أو بخليك هيك أو قات تحسي إنه نفس إنه نفس أو تشوفي ناس عم بيحكوا هيك أنا بلاقي إنه شفته عشو وقفيت وقفيت عا واو هيدا حكي هيدا قال شي حلو يعني قدي كلنا نبساطنا لما شفنا باسم يوسيف عن بيرس مورغان أوكي قدي إلنا إنه واو شو قال رمزي ناصر هولندي لما طلع حكينا فيها بحلقة حلقة الماضي شو قال يتبلح حديد إنه لأول مرة بعد التجميع كل هولي عم نتكمش فيهم وعم نقول في ناس عم بيحكوا قد ما فيه ناس أو أو سكتين أو عم بيحكوا ضد فلسطين أو مع إسرائيل أوكي سننا عم نقول شفته شو حكي وخاصة لما ناس أجانب عم بيحكوا يعني سننا إنه إنه كل واحد يحكي من المنطلق إنساني صار كأنه إنجاز كتير كبير إنه احتفل فيه إنه شفته شؤال شفته شؤال هالنواب الله يخلين الإيريش بيبول لأنه هن عم يتعطفوا مع شعب الفلسطيني لأنه كانوا تحت احتيلها 700 سنة وبتعفو شو صار معي أنا عم بحضر هذه المرة الخطاب اللي عملته ماتيلت بانو لأنها بانو هنف هنحن 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 عزب يساري 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 كثير أنا ما بوافق معهم ومش إزاباتكم السياسة تبيتهم مش سياسة بس أتما حكي تمنيع قلت أنا ما معقول كاني بالمجلس وقالت نحنا ما رح نحمر نحنا الوحيدين بفرنسا ما رح نحمر ديم التاريخ ومعها لأنه يالي قالتو لا يالي إليزابيت بون اللي هي prime minister تبع فرنسا ويالي قالت لكل النواب أنا أنا شاردت قالت أنو اوف ايام شارين حدان ما خاصني في بالسيسي تابعي تو زيتشين تابع تلي كمين فيديو تابع داويد گيرو هو كمين بلا فرنس إنسوميس نانو c'est un mensonge آبو لارمي إزرايليين veut prendre le contrôle دو la bande de Gaza هي بتبين هي من مشكلة سياسية هي مشكلة سنية لأنو ناس يا اللي انت بتختلف في معنى سياسية ما فيك تختلف معنى قضية مثل هيدا مظبوط إذا هلنا ناس هاي هي يعني اليوم صلنا ما هيدا المشكلة اللي عم بتصير إنو عم بيسيسوا الموضوع صح أوكي الإعلام الناس حوالينا عم بيسيسوا الموضوع وإما إنو مش قصة سياسة إنو هالقد عم ننبسط هالقد عم ننبسط بالناس اللي بيحكوا وعم نحس إنو عم يفشلون إنو من كتر ما صار في أخبار خطأ ومن كتر ما نحنا شايفين إنو الغرب عم يوصلوا المعلومات مش مظبوطة أصلا في ناس بالعالم الغربي ما بيعرفوا إنو إسرائيل محتل لفلسطين ما بيعرفوا إنو فيه شيء اسمه فلسطين مش مظبوطة صلنا كتير من مبسط لما نشوف حدا عم يوصل صوت حقيقي للإعلام الغربي وكمان إنو صار المعيار هونيك يعني نحنا خلينا نحكي الأمور مثل ما هي مش دايماً بيكون عنا أصوات ع هيك منابر لأنو بطريقة كتير واضحة شفنا إنو وانس هيدول المنابر عم يستقبلوا ناس بيحكوا مع القضية الفلسطينية كل الإعلام عم بيكون عم بيحطهم بزيبي وخانم معينة وما عم بيكون سنستيف معهم مثل ما عم بيكون مع الناس اللي هنه دعمين لإسرائيل فالمعيار صار هونيك إنو نحنا ما عنا الاسمه على هيدوليك المنابر فوقت ناس يطلعوا ويحكوا ويكون عندهم الاسمه على هيدوليك المنابر فصرنا نحنا نقول إنو كتير منيح هو بس هو لازم دايماً يكون هاك لأنو هاك مفروض الأخلاقيات الإعلامية بس كلنا منعرف تقليدي فبعتقد إنو هونيك كمان مصدرة صح وكمان كنت أنت عم بتقول إنو وقتها نفقد الإحساس إنو إذا الشي بإيدنا ولا مش بإيدنا إنو هل وقت الإعلام كله يوقف يحكي عن غزة أو يقرر يحكي عن غزة نحنا هنحس إنو خلاص بعتقد نحطينا بمحل مجبورين نفقد هاي الإنسانية بلا ما نحس كيف يعني يعني وقتها يوقفوا يحكوا عن هيدا الموضوع وقتها نحنا نحس إنو قد ما حكينا وصرخنا وطلعنا وعملنا ما عم منلاقي نتيجة من اللي عم نعمله طبيعي نكون عم نفقد الإحساس بإنو نحنا ممكن نعمل فرق فهيدا الضغط يعني اليوم نحنا وقتها ننزل على الشارع ننزل نضغط ونضغط ونضرب 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 بالآخر ما بيكون فيه أي تغيير صار صح طب كنت عم تحكي عن الإعلام أنه كيف يفلق صرف في منابل لهؤل الأشخاص البرو بالسطين يطلعوا عليهم في كتير عم عم بيقولوا بيرس مورغن هو برو بالسطين ولا لا أنا ما بعتد هذا الشي صح أنا ما بعتد برو بالسطين بس لاحظ أنه الأصوات البرو بالسطين بيجيبوا يعني بيجيبوا مصاري بيجيبوا وهذا الشي خلاص غير المعادلة أنه أوكي في بعض الأشخاص اللي بتحكي بهذا الخطاب كل عم بتأيدوا هذا الشي بعتد كتير منهم ببعتد بيرس مورغن برو بالسطين ولا هي وبرو مصاري صارت الترند صارت الترند وكل عم بتحكي وأنا عم I'm with it 100% عم بتحكي عن بيرس مورغن أنه يهمه المصاري وبيهمه بس شو بيبرهن كمان أنه الرأي العام الناس بدأت تحضر هيك محتوى فعم بيبرهن أنه إذا باسم يوسف جيب 20 مليون مش بس لأنه في ناس بدون يتعرف على باسم يوسف لا لأنه حكي تابعهن حكي أنه يلي قالوا بيحكي معهن بيبين كمان عال viewership والأودينس تابعو لهول المنصات أنه شو رأي العام شو شعب بده شو هو بشو موافع ومش موافع لأنه بن شابيرو شو عميل سكور وباسم يوسف شو عميل سكور إذا بدك تخدم من هيدا من هاي الميلي بفرج الشي كمان مت ما منشوف الناس بالشارع وينما كان بالعالم أنه كل عالم بدأت تسمى على برو باسسيني وهذا بيعله جاء جاء شحرور كمان أنه نعرف نستعمل التولز يعني نقدر نوصل صوتنا باللغة طبعا هذا الشي كتير مهم بعتقد هذا الشي اللي عمله باسم يوسف كيف يمكننا أن يمكننا النجوم الإسرائيلي ترد عالمي للعالم لأخر من المدين لذلك كم مستعمل الإسرائيلي يجب أن نستعمل الإسرائيلي كم مهمة قدري خليك كل الناس تسمعوا يشطف مع كل هذا الشي اللي عم تشوف رأي على الإعلام فيه فتيج فيه فتيج فيه اكتئاب فيه تقل يعني أنا أطار بفتاك تيه صعبة بعد أربعة أب بابا كانت عم يعني بابا كان قللي خليق روح جيب أكل روح انزل تمشى ما كان بدي عامل شي بقى وأخدتني وقت قدرت تخطأ هذا الشي رسيت شوف محلل نفساني اشتغل على حالي وكل هؤلاء الأصص ومشي حالي لفترة طويلة هلأ كمان عم برجع حس بهذا التال مو بدي خلي حالي رجع فوت بهال رابط بس صعبة إنه استعموا لحالي شو بد روح أرجم ده شو بدي ما بعرف شو بد أنزل على السوبر ماركت لشو بد أن تكرره الأصص لأنه مقل عازي بعتقد الحل هون أنه نحكي مع بعض مع أنه الوضع كثير صعب بعتقد الحكي كمان بيصير أهم شقة على رفقاتك تحكي مع رفقاتك تهزميهم على العشرة تهزميهم على غدا مثل ما نصر لكن عم بيقول زراعوا على البالكون أنا عم بيقلكم روحوا تبخل رفقاتكم بعتقد that's a good that's a good start عم بتقول أنه واحد مهم يحكي مع رفقاته بس في مشكلة كمان في ناس ما منهم مثلك ما بيحسوا مثلك ما عم بيتعطفوا بيلي عم بيصير في ناس بيقولوا لك إيه بس يعني لما أنا الناس بيسألوني كيفك وبيقول لهم ماني منيحة وبيقول لهم لي بيستغل بو إنه هالقد أنا متأسرة بيلي عم بيصير بفلسطين شو بيصير بتفوت أنت بشريعة مع ناس تفصل لهم إنه يا جماعة ما معقول شو عم بيصير إنه بعد بدك ترجع تفصل للناس شو عم بيصير أنا تحبت من هيدا كمان مجي عبلي بقى يحكي مع ناس وقول لهم يا جماعة شو بيكون إنه هيدا هيدا قضيئة 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 يعني بتتخيلي إنه بدك كل مرة تحيدية لناس ياللي هني قراب قراب لإلك بدك تحكي معهم بدك تفصلهم وبتطلع فيهم وبقول طيب أوكي ليه ليه عم بيجاوبوا هيك بعتقد يعني في كتير أسباب ليش يعني عم بيجاوبوا هيك بس قبل ما نفوت بالأسباب بترجع لفكرة الإنسانية يعني اليوم الناس هي بتمارس إنسانيتها بالطريقة اللي هي بتخيلها في ناس قادرة تمارس إنسانيتها على العالم في ناس لا بس كمان برجاء أنا بقول إنه إذا نحن يعني نحن عم نلاقي فكرة إنه نفسر لش نحن إذا علمين غريبة إنه كيف بعتقد إنه الناس يلي بيغزة تايحملوا ببيات ويفرجوا بيتقصدوا يفرجوا ببيات على الكاميرا حتى بركة العالم تفهم تتعطف معهم إيه إنه بركة العالم إذا شافت ببيا بركة ممكن تحس إنه اللي عم بيصير بيغزة مجزرة أو إنه بركة إذا أنا فرجت هيك هدول اللي عم نقولون شوية جرافيك بس هدول هيدول حقيقة إنه بركة اليوم إذا معتزعة إذا حط حياته بخطر وطلع على آخر بناية لحتى يفرج الانفجارات اللي عم بتصير وفرج الناس الدم بركة ساعتها ممكن يصدقوا إنه هي إبادة جامعية ويتحرك بس إنه بارح شؤال بايدن مدقلي لكم شؤال بايدن إنه أنا ما عندي أي فكرة أو اعتقاد إنه I have no notion يعني ما عندي أي فكرة أو اعتقاد إنه الفلسطينيين يلي عم بيقولوه هو حقيقة عن قديش في عالم من قتلت تخيلي يعني راح بايدن عم بيشكك بإذا الأعداد هيدولة صحيحين أو لأ يعني إذا رئيس دولة بدي يقول هيك إنه بهيدا الشي هو مش بس شرع للإبادة اللي صارت أوكي لمجزرة الأهلة ومجزرة ومجازر اللي عم تصير كل يوم بالمئتان وثلاثمائة شخص بيموت بكل حي هو عم بيشرع لمجازر قادمة يعني عم بيقول إنه انتو فيكن تكمله باللي عم تعمله وما بيأثر فهيدا كتير خطير فعشان هيك أنا بوافق على قلتي إنه هيدا هيدا آخرية الإنسانية إذا هيك تتكون أنت المشكل كمان هيدا شو بيقوله هو النمر من حماس ونحنا ما فينا نأمنلهم ما هيك هذا هو العزر اللي هو عم بيستعمله إنه هيدا تروريس ارجنزيشن شو بتكون بالنمر كنتنا عم تقول كافه اللي عم بتعمله بالنسبة للخطاب السائد اللي عم بيسيب لبنان شي كتير غريب بقوي بيجي من طرفين بيجي من طرف الممانع أكتر اللي عم بينزل عالشارة عم بيقول من شان الله يا سيد يلا إنه بده فكرة الحرب على أساس هي يعني هو مارش فوتبول وعم بيشجع فريق معين وبده حرب وهيك مع أنه مسألة غزة هي مسألة إنسانية لدرجة أولى وشي كتير غريب وشي كتير سوريالي بدهن حرب بس هول العالم ما بعرف إذا أولاد وما بيعرفوا شو عم بيصير أو نسيو حرب تموز نسيو الكلفة العالية اللي دفعتها للشعب اللبناني وشو صار نسيو كمان إنه بعد ما أعلن الانتصار نصر الله رجع قال لو كنت أعلم يعني إنه يعني لو كنت عارف هيدا الشي بركة ما كنت عملت هيدا العملية اللي صارت بقى الفين وستة أم والأشخاص اللي عم بيدوا على الحرب اللي بدهن حرب أو بيخونوك إذا أنت مبدك حرب إذا أنت بس بدك تعيش بسلام وإنت ما عم تتعاطف مع الفلسطيني ويعاب شو ما عليك وبذات الوقت بدهن يجروك على الحرب يعني إذا بدك تعيش بس أن الطبيعي يكون عندك غريزة إنسانية تعيش ما قالك حق ومالي تاني كمان عم بيقولك مش بس ما قالك حق وإنت ما عم تتعاطف مع الفلسطينيين نحن حناخدك على الحرب حلو كتير نحن بالحرب نحن بالحرب رجعت للكهرباء هذي بعتدل إذا ما خليها بالأدد فمشت سوريالي ومقابلوا يعني في هذي كمان الخطاب المسمم اللي جاي من طرفتين اللي بيقول هذي مش الحرب تبعيتنا أو خليهم هن يتقاتلوا قد ما بدهم نحن مخصنا بتذكروا شو عاملوا فينا شو مستفز لك أنا ما عم برر بس عم بجرب أفهم هيدا الشي إنه هول الجماعة أخي عندهم تاريخ ملطخ بالدم مع شو صار بالفلسطينيين ونحن ما فينا ننكر هيدا الشي بس إذا أنت عم تطلب من شخصي تعاطف مع واحد ولد صغير فقد أهله كل عائلته من ورا الجيدة مثل روحي بينيه مثل ما هي ونمحو خمس عيال فلسطينيين هذا ما بيعني إنه إحنا عم ننسي تاريخنا باعتد هول الشغلتان لازم نفسره عن بعض بس أجان عم بعرف من وين هذا الإحساس جاي لأن هول الجماعة لأنه صار اللي صار فيهم ومصير الأمن الدولي أو مصير البلد مش بيئيدهم رح يقولوا هيدا الشي تعرف هيدا قصة قصة إنه الحرب مش عنا وما لازم تنجرل عننا فيه شغلة كتير بشا عم بتصير إنه تعس حالك محطوط بين خيارين مجبورة تكون يا أما أنت مع القضية الفلسطينية أو أنت ما بدك حرب بلبنان لا وخين وعميل أنا مع القضية الفلسطينية وأنا ضدي اللي عم يصير بغزة وضدي اللي عم يصير بالضفة الغربية بس أنا بعرف إنه لبنان ما بيحمل حرب إيه نحنا الدول لازم تتحالف لازم تتساعد الأمم تعطي مساعدات بس لبنان كلنا بنعرف وما حدا بده حرب لأنه نحنا شفنا بناية وقعت بالمنصورية بناية ضلوا نقديل حتى يقدروا يشيلوا الناس مننا وضل في ناس ما قدروا يقدروا يشيلوهم بناية وقعت بالمنصورية كيف إذا صار في حرب وشو صار مارقة على لبنان وإحنا بنعرف إنه ما بلد ما بيحمل يعني شو معقول بعد السيل فيه فمش يعني إذا نحنا يعني ما فينا ما فيكم تحطونا بهذه الخانة إنه أنت يا مش مع القضية يا إنه يلا بدنا حرب ده وكمان بقصد بناية المنصورية وهذا كله مع أنه فيه شباب يعني من المنقذين أو المسعفين ضلوا بالساعات وبالأيام يحاولوا يعني يشيلوا وكانوا عم يسهروا الليالي تجاه هذا الموضوع وكرمال إنه نحنا ما بدنا حرب بين قوسين أنا بعتقد يعني منطقيا منطقيا سواء الشخص في دائه ولا لا سواء الشخص هو بيخلق بعقيدته عقيدته الشهادة بثبيل شو ما كان أو شخص ما عنده هيدا العقيدة ما أعتقد في حدا بعقلانية يريد حرب يعني اليوم يعني إنه 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 اليوم لبنان سواء لبنان قادر يواجه ولا لا وسواء حزب الله قادر يدفع ولا لا ولا يواجه ولا لا ما حدا ما حدا طبعا هو سلام أكيد ما بدنا نعيش بحرب ولا حدا يريد أن يعيش بحرب فأنا بعتقد والخطورة وين مش بالناس مش بالناس اللي عم بيقولون إحنا ما بدنا حرب هدا شي طبيعي إنه هدا شي طبيعي بالناس يلي عم بيقول هاي مش حرب بنا هاي مش حرب بنا فيه ناس بجنوب عايش حرب فيه حرب ببلدك أنت الجنوب مش منفصل عن لبنان شبه هنا لولو في حرب هاي كيرسي هاي إنه اليوم في 12 ألف نازح يعني أنا واحدة منهم أنا وعائلت أوكي مش لأنه نحنا عايشين على الحدود بس لأنه اليوم شو ما يصير نحنا بخطر صح فنحنا عم نفتش على السلام والأمن طبعنا 12 ألف نازح يعني اليوم أورادي الريسورس بجنوب كمان بلشت تختنق بلشوا يعملوا خطة إنقاذ إنه فيه وليد مش عم بيروحوا على المدرسة في مدارس وقفة مدارس وقفة إنه الناس خايفة بس هيدا لبنان هاي المشكلة يعني إنه كيرما بيصير فيه حادث بمحل بلبنان بمنطقة الناس يلي بغير مناطق بيقولوا بعيدة هاي ده بلبنان غير إنه شعن بيصير بفلسطين اه يا هوني ابعد بس إنه إنه إذا بدك هيك بيفكر اللبناني كيف يخلص بيقنطونيت يعني كتير غريب وكل حياته أنا بيحكي عن اللبناني كأنه أنا من اللبنية كل حياتنا إذا بدك نحنا شعب ما منفكر إلا فردي فردي وهذا بيبين بالحديث بالكلمات اللي بيستعملون الناس بالسردية تبعيتهم مثل ما كنت عم بتقولي ما بدنا حرب بس في حرب بس هاي قصيد ما بدنا حرب في فرق بين ما بدنا حرب ما فينا تعطف مع الفلسطيني هذا الخطاب تخيل الوحيد عم بيقول انا اخر همي وشو عم بيسير بفلسطين لا هذا خطاب عنصري بحث نرجي سي سي عن جد ما بتاخد بيعني الاعتبار انسينيتك مش محول أمراه هذا البلد بيقرفني بعتقد هذا له أساس بدي أرجع على أيام الجامعة تعلمنا انه في مدرستان بكيف نحلل سياسة الجامعات اول مدرسة بتقلك انه الناس بيخلقوا عنصريين او بيخلقوا طائفيين او بيخلقوا بابعرف منحازين لمجتمعين هيك بيخلقوا هذا الشي نحنا بنخلق فيه مثل ما كنت عم تقولي انه نحنا لبنانية او كومينتارين وكل هول وفي مدرسة تانية بتقلك انه لا مش مظبوط حسب شو القوانين او شو هيكلية النظام لانت عيشي تحته او شو هيكلية الدولة هي اللي بتطلعك سوى اندفجوليستيك او كومينتارين او شو ما كان يعني حدا كتير انفرادة او حدا لا او حدا كتير طائفة او لا فأنا لي عمقول هيدا الشي لانه اليوم كمان فكرة انه بلبنان منو لبنان منو دولة خيان بس لبنان مش حتى دولة هشة لبنان دولة فاشلة وهاي منعرفها فاليوم انت بهيدا اللا دولة ما فيه قرار سلم وحرب واضح لانه قرار السلم وحرب مش بيقيد الدولة فعشان هيك الناس على الجهتان على الجهتان متخوفين وهايدا الشي مش بس بيخلق شرخ بين الناس يلي عم بيقولوا اذا هجمت اسرائيل بدنا ندافع هو الناس بفهمهم مثل ما بفهم الناس اللي عم بتقول بس لا نحقصناش بس ما بيجي لا بلوم هيدا ولا بلوم هيدا بيجي بلوم الدولة يلي هي معايش الناس بانفصام وبنفس الوقت بتوتر وهي مش موفرة للأمان صح لانه نحنا اليوم عنا عدوة على الحدود عم بنزل ميت صاروخ عم بتحكي كيف نحنا مثلا بيكون ايدنا على قلبنا كل وقت لما بيصير فيه اشتباك على الحدود لانه ما بتعرف اذا رح يصير فيه تصعيد ولا لا عم بتقولي كيف عن جد مش بييد الدولة بسيادة البلد انه اذا حيكون في حرب ولا لا اذا حيكون في تصعيد عم بيحكي مع شخص اللي وصحافي اجنبي اللي معين ما بحياتك كنت فهمين قوة حزب الله قد كانت خارقة قد كانت قوية تقوله شو قصدك اللي ما في صحافي اجنبي عم تستشير رجل سياسي لبناني لانه نعرف انه ما حيكون عندهم جواب كأنه حزب الله اخد كل الطاقم السياسي قالوا اوكي هادي المسرحية الديموقراطية اللي انتو كنا عندكم اياها بالانتخابات ومدر شو برهفو عليكن روحوا هلقفوتوا بهالقودة رح نقفر عليكن ولا كلمة خلي the adults are talking right now نحن حنقرر مصير البلد بغرفة عملية تحت الارض ورح ناخد اوامرنا من ايران فعلا هيك صار انه ما حدا بيعف شو حيصير ما حدا بيعف ازر حيكون في التسعيد كل واحد عنده قراقته سياسية عشانكم ان احنا ما فينا ما نعف شو ما ننصور كحلقات اذا ما نجيب محلل سياسة اذا ما نجيب حلاتين اذا ما نحكي مع بعض لانه كل يوم عم بيتغير المشهد السياسي بس ثانية قبل ما نكفي هيدا الحلقة يلي حابب يدعمنا فيكن تدعمونا على وين يا دانا هون بتخطو على اللينك انا ححطها هون هلا patreon.com سلاش سردي افتر دونت وتدعمونا قد ما بتحبوه و thank you انه انا عم بتقول عن سردي نحنا من اول ما بلشت هيدا الابادي بغزة بسردي ما عم نعرف اول شي حطرنا منحط هل اتشادة اما منحط هل اتشادة بذكره صح ايه كنا عم نتسائل منحطها ما منحطها اجتماع ساعتين ونص ايه اتساعات يمكن مع شر وقلنا خلينا نحطها خلينا نحطها لانه عم تحكي عن المواديا كتير مهمين عم تحكي عن عنصرية عم تحكي عن حقوق الانسان ونحنا اليوم مشكلة عم نرجع من عيدها بس انسانية حتى يناها وفي شغلة كتير كتير تأثرنا كلنا انه اجينا مساجات من ناس من غزة من غزة عم بيحضرونا وقلنا اش معقول انا اليوم احلى مساج احلى و وابشع مساج يعني بيجب زيت الوقت يعني وعملنا هالحلقة مع رالف ومع جاد لانه كان بنا فاكفك كل شيء بيثير وهذا البروباقاندا وكنجي عابلنا نستضيف حدا اكيد فيها زوم موجود هو بغزة وفي كتير من الناس اللي بيطابعوا سردة تطلبوا مننا انه جيبوا معطاز بليز جيبوا بلاستيا بليز شو بنا نسألهم شو بنا نسألهم امرش شو بنا نسألهم ياللي عم بيصير فيه اول حكمة كمان اكتر اكتر من ياللي عم بيفرجو كيف وانت قلت شيء كتير كتير طبيعي يعني اذا راحي يعطونا ساعة ساعة ونص بتحسي حالك بالزان بتقولي انا اخدت ساعة ونص من وقته للزان بركي كان قدري يغطي شيء شيء حادث شيء شغلي او ينقص حدا او ينقص حدا خاصة مع الحكمة وداكاتر خلس ما هنه خلس ما هنه بتنا عطولي والمؤثرين لداخل غزة وكمان بالضف الغربية اللي عم بيعمل شغل ويعقد معتاز عم يطلب حماية دولية ليه مش لانه معتاز عم يطلب حماية دولية لانه اليوم صحافة عم تستهدف من قبل الاحتلال الاسرائيلة يعني عائلة وقل دحدوح مرته ابنه ابنته وحفيده يعني ها اول شغلة وفي نفس الوقت وفي نفس النهار كمان صحافة تاني انقتلت عائلته وفي مبارح صحفية كمان ماتت وكل يوم عم نسلقها بعائلة وقال وقال الاسرائيلية عم تستهدف الصحفيين قال وقال وقالت يومنا كمان هي بالجزيرة هي كنت عم تحكي مع الانكر بيعرفوا وين عايشين بيعرفوا كل واحد منا ويننا وبيعرفوا عائلة كل واحد ويننا الصحافة بخطر لانو الحقيقة بخطر يعني هي عم يجربوا كل شي خاصة بالحقيقة كل شي كل حدا بيدنقوا للواقع كل حدا بيفجشوا عم يصير يخبوه مش لانو خايفين مش لانو هنو هنو بيكذبوا بس لانو هنو كذبة لانو اسرائيل كذبة فاكيد يعني هي من الاساس كذبة أكيد بدأت خاف من الحقيقة وأكيد بدأت تهاجم كل شيء خاصه بالحقيقة وعنكت عم تسأل أنه برأينا عم استهدف الصحافة كما قلت أنه بيعطيه الشي وائل لحضوح عن محاولة اغتيال واضحة الجزيرة بس قالوا له أنه يحكس فولوا بيته قالوا له خبروا شكرا خبروا بلغوا يعني أول جيش بالعالم بنبه الناس قبل ما يتكب فيهم مجازر ويعمل تطهير عبق عليهم لك من العزره لكيف بنفحان مشان هيك لما طلبوا أنه يتركوا الشميلة يروحوا عجنوب أصفوا الطريق يلي وين كانوا عم بيقطعوا بس أنه عم نحكي عن الصحفية طيب أنه عصام عصام هيك سيئة بيت أباتشي 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 أثنين نزلوا عليهم ليه نعم مزارة 30 سنة ليه لأنه متما عم تقولي أنه قد ما دفعين ما صاري لا يخبروا سرديتون لألون ولأنه هنه كسبي دفعين مليين دولارات لا يقطعوا عالتليفونات فرنسوية كيتان بقرية أربعة مليون فرنسوية اجيهم دعاية بروباغندا إسرائيلية عالتليفون أدما دفعين وليتها بالليبراسيون ليس أنه عم بيقولوا أدما دفعين بدون يغطوا كل شي بدون يخبوا كل شي يعني اليوم ما حدا ما حدا عم بيقدر يكسرون إلا الناس يلي عم بيخبروا من جوة شو عم بيصير ومتما عم تقول أنا خايفة الحقيقة هي الوحيدة اللي فيها ترجع أكيد من أول أسبوع بعتقد الحكومة الإسرائيلية أجمعت على أنه توقف بث الجزيرة وتمنع الجزيرة أنها تغطي أول أسبوع يعني وضحوها من أول أسبوع قال ليه لأنه الجزيرة عم بتثير نعرات وعم بتهدد الأمن شو بيسموه أمن القومي ما بعرف عن أي قومية عم يحكوا لأنه هن أصلا من القومية وغير هيك للوزير الخارجية بعتقد الأميركي كمان وجه رسالة لأمير قطر عم بيقول له خففوها إنه خففوها شباب أنا أبدا هالقد أنا عم بتحدد لها أنا عم بيستهبلوا الناس هيدا يا لأنا كمان يعني عم بيستفزونا عم بيستفزوا الشعب بس هن عندهم يعني هن عندهم طريقة تفكير معينة إنه من كل حياتهم بيقولون أنه أنتو هيدا الأرض المقدسة لألكن هيدا it's promised for you بيرسخوا بيراسهم الفكرة أنه الفلسطينية هن ليه بيعوا الأرض الأرض كانت موجودة ما كان في حدا يعني فيه brainwashing طويلة عليها عم بيصير وهلأ سنعم نشوف مؤثرين إسرائيلية عم بيطلعوا عم بيقولوا الحقيقة هلأ نحن ما لازم نزقف لهم لأنه هذا الشيء كان لازم يكون واضح من الأول بس حتى من داخل إسرائيل فيه أنا عم تقول لا هذا الشيء غلط وأنا هلأ تفقت على هذا الشيء ففيه pros and cons على الموضوع بس تعرفوا أنا كنت عم بحكي مع في عندي حدا بعرفه بالضف الغربية عايشي بي رمالة سألتا أنه طب كيف حياتك اليومية شو بتاعملين ونحن في لبنان عايشين بحالة توتر كلوقت على تلفزيونات بس أنتو أنه إحنا ما فينا نعمل شيء ما فينا نساعد ونعيد تلمقنا لأنه حزب الله خلص بيحتكرين كال هالقضية وما فينا نعمل شيء تجريها أنتو شو بتاعملوا بي رمالة بعطت المسيج بدايري لكم إياه كل يوم سوريالي ملازق بالتليفون فيه بتطلع على الأخبار بيبلش تليفون اتصالات بحاول اشتغل تغير جو برجع على الأخبار إذا بدأ تمشى تليفون بإيدي وبارق أخبار بس كمان عم بسمع صوات تيران وأصف بغزة عم حاول أعمل اللي بقدروا عم حاول جميع حرامات تياب تعطيهم لأهل غزة بس كلهم ما بيكفي بنزل سوريات بنعمل تويتس بتوصل بيلي بعرفهم بغزة بس ما بعرف شو قلهم أو شو اسألهم ما حسألهم كيفك السؤال غبي بالفعل فهلأ عم بسأل أنت وعيلتك وأصحابك وزملائك عايشين وبعدين برجع بقرأ الأخبار عاول واحد يسأل الثاني عايشين كريزي أنا متل ما عم بتقول أنا ما عم بقدر لقي الكلمات أو تيعبر عن يلي عم بحسهم ما عم بقدر لقي الكلمات لعرف يعني عم نحكي بإبادة بس يلي عم نشوفه في كلمة يعني عم نرجع من عيدة الكلام نهاية الإنسانية إبادة بس أكبر أنا ما كنت متوقعة مع كل شي بنعرفه أنه الأمريكان وين ما فاتوا بيخربوا كل شي وعملوا هيك وعملوا هيك نرجع عن كل شي قريني وشفني هالمرة قد ما it's in our face بوجنا يلي عم بيصير عم عم أشوف مقساة يلي عم يصير بعد أكتر يعني لها ما عم نلاقي ولا كلمة ولا طريقة نقدر نعبر عن ما فينا وأنا ما كنت متوقعة أنه اليوم نحنا عايشين بهيك عالم أنه نحنا اليوم عايشين هذا العالم يلي نحنا كنا عايشين فيه اليوم عم نشوف أنه هذا العالم راح وإعليم الدول الإعليم اللي بيأرف العام الدول الإعليم والدول يعني إنه قديل نحنا كنا من قدائرة حين عاميركا جابيلك تروها عاميركا هلا؟ أنا لا أنا بسأل حالي أنا يعني بدي خلي الفيزي كمال الشغل ما حقول لأ ما بروح عاميركا بس للعالم اللي عندهم باسبورين أنا في كتير عالم عندهم دول ناشنالتين كانوا لبنية فرنساوية لبنية كندي مصريين كنديين كله الأساس صاروا عم بابا عم بفتخروا بهالدول ناشنالتين بابا عم بفتخروا أنه عندهم هالباسبور التاني هل أنا بعدها الرفاهية أنا أفكر بهيك أسأليه بس بتشوف دولتك اللي على أساس هي دولة حريات تعبير وإنسانية وبرو لايف وبرو كل هيدا الشي عم بعززوا مجزرة عم بيقولوا لا نحنا مع الإسرائيليين مستحية من يلي عم بيعملوا مكروم بس لما بشوف الفرنساوية يلي عم بيجيوبوا على البوست على إنستاغرام أو عكل على الجرائد ونيوز أوتلت شوان بيقولوا أو لنا آه بعضا هاي دي فرنسا يعني بعضا بعضا موجودين طعفا أنا أحلى صورة شفتها هي وقتها those whose land it is وبتشوف فلسانية قاعدين ببنية كلها مكسرة محروق دينا وقاعدين على كنبيتين عم بيضحكوا على شوية عم بيأرجلوا وذات الوقت those whose land it is not عم تشوف إسرائيلية عم بيروحوا بكثافة هائلة عم بتركوا بالمطار بتشوف الفرق كده عم نحكي يعني المياس في بعد روح النكتة كمان في شغلة كمان عم نستحقها إنه نحنا نون وايت نحنا مالنبيد نحنا معلنا إيمة نحنا أرقام نحنا ما فيرقام معهم فرنسا أمريكا يوروب كلنا ما منسوى شي نحنا العرب بأفريقيا بساوس أمريكا بساوس أجيا أوكي ما قلنا إيمة يعني ما قلنا إيمة لا وما تفكر إلا بعيد كمان بدا في يعني في عالم بتقول إنه إيه وما كنا عارفين إنه في ماسيا المسيحية بإسرائيل شوف شو هاملوا بإسرائيل أصفوه كنيسة مثل ما أدم كنيسة من أدم الكنيس يعني ما أدم الكنيس كان في خمسيمة واحد وبس إذا صار في حرب لبنان ما رح يقصفو المناطق المسيحية بدون يعملوه طائفين نحنا مونسترز نحنا مش بيد أوكي يعني نحنا مش بيد فنحنا على طول بخانة الأرقام الأرقام نحنا بخانة الأرقام شيعية سنة مسيحة مئة بالمئة درزة درزة موجودين نحن موجودين الليل بس موجودين أنا هنا ورجعين ورجعينكم ونخبروكم بعد يا منايك أنه إيه يعني لقلهم بكل هيدا العالم بس في إسرائيل بيد هيدا يلي أنا ديموكراسي 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 حطوا كل الناس بالسلطة بعدما نحنا كمان بلبنان ديموكراسي توفقية ديموكراسي ويتمسخروا عن الناس اللي عم بتموت ما أقول ديموكراسي كأنه هن تحت الأنقاض هيدا واسخة هيدا واسخة هيدا واسخة هيدا واسخة هيدا واسخة لما يعني بوسعي أنا يلي ما في شي بستغربه بقى بس في فلسطيني هيك عم بيعاموا تجاه الإسرائيلية عم بيتخلي عنا عليهم؟ اللي عندهم وقت عندهم وقت يعدين عم يجربوا يعيشوا يهربوا ويزمنوا بغزة عم بفاقلوا برابة بدن يلبسوا بادة زيتية وبلاشيوا بالخاف يعني لا وكمان أنا شفت هيدا دم فلسطيني الاخنية أخدوها وحطوا ليريكس إسرائيلية عليها يعني حتى هالغنية أرطوها مش أول غنية بيقرتوها أنا معروفين بيصرق كتير أغاني عربي مش أول شي بيقرتوها أصلا مش أول شغل بيصرقوها وهيدا هيدا المشكلة المشكلة إنه عنا مشكلة مع علاقتنا مع التاريخ عنا مشكلة مع علاقتنا مع التاريخ يعني اليوم كأنه كل شي عم بيصير اليوم هلا عم بيصير جديد أول مرة بيصير ويلي كانوا موجودين الفلسطينية كانوا موجودين على الأرض قبل 48 ما كانوا موجودين لأنه فلوا اليهود هنا هي يهود ورجعوا كإسرائيلي بس بهال الظرف عالفين تلتاليف سنة أوكي كانت فاضية هي منطقة فاضية الأرض ما كان في حدا ما كان في حدا نعيش هوني يعني نقوم حطة تاريخية وخلاص بني سرديتهم عليها يعني بين هوليلند و الله قال لهم هيدا الأرض لألكون لـ 48 نحنا منوقف هيدا الفترة ما كان يصنع ووجعنا يعني تخيل كيف واحد بيلعب بالتاريخ ليس لهيك التاريخ كتير مهم ليس لهيك نحنا كمان بسردج عابلنا نعمل حلقة عن تاريخ فلسطين ليفهموا الناس يلي دأنوا عنا مشكلة مع التاريخ أول شي بلبنان إذا بنا نفكر نحنا هوني عنا بالبلد الكتب بالتاريخ بيخلصوا بيوقفوا بـ 46 فكل شي صار النقبة ما في ولد تعلمها بالمدرسة ما بيعرف شو صار في كتير ناس بالعالم مش بس بالبنان ما بيعرفوا تاريخ فلسطين في ناس ما بيعرفوا بقصة توعد بالفوق بـ 1917 في ناس ما بيعرفوا شو اتفاق أوسلو ما بيعرفوا شو كانوا اتفاق الكاهرة بالـ 69 في كتير ناس ما بيعرفوا كيفو صلنا لهون وأكيد بالغرب ما بيعرفوا لأنه متل ما كنا بنقول بـ هل الماضي في كتير ناس ما بيعرفوا وين شارق الأوسط فاليوم لازم أنه نحنا كمان وعم نشوفها مما إذا عم نشوفوا عالسوشول ميديا عالتويتر وعالإنستغرام الناس عم بيجعوا بيحطوا بوست عم بيقولوا عم بيقولوا أول شي إذا بدكم تفهموا وروحوا عا هيدا الويب سايت هولي الأفليم رح يخبروكم القصة القصة وروح هالكتوب في بوست مكتوب النقبة فور بيجينرز ليعرفوا الناس ليفهموا الناس أنه هيدا القصة مش هلا بلشت عندها تريغ تريغ كتير 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 كبير وعمره مش بس سنين ديكتز و سانتوريز لوين عم نروح وهي المشكلة سياق كتير مهم context context is everything السياق مهمتا حتى نحنا بنعرف بس السياق مهم لأنه إذا أنت بدك تكون إنسان مش بس واعي ومسقفة بك تكون إنسان قادر تمارس إنسانيتك اللي عم بيصير بغزة لازم تفهم شو السياق لأنه اللي صار بسبعة أكتوبر ما صار من عبس ما اجا من عبس وما اجا فجأة وما كان هجوم فوجائل surprise attack مثل ما كل الارتقل حكو surprise attack It's an attack that is rooted in 75 years of occupation أصلا خمسة وسبعين سنة من الاحتلال مثل ما بيقولوا إسرائيل إلا حق الدفع عن حانة From Bush to Obama to Biden إسرائيل has a right to defend it بأساس أنه الفلسطينيين يهجموا بأساس أنه هن بلد شو فلسطيني وإسرائيل معشانك في الإسرائيلي دفعنس فورس يا دانا IDF بش كتير مهم يدفعوا وهايدا اللي عم بيصير بالضفة الغربية اليوم يا جماعة اليوم ناتنياهو عم بيسلح مستوطنين عم يجي يعطيون كلاشنات وفرودي حتى يدفعوا عن حالهم قاله بالخطاب طبعه من يومين قال إحنا عم نسلح المستوطنين تيقدروا يدفعوا عن حالهم تخيل أنت بأي ديمقراطية تدوني غرزوا فكرة التروريست بأي ديمقراطية أنت بتسلح مدني تيقتل مدني تاني بتوقفون يوم في مئة شخص مات بالضفة الغربية من أكتوبر 7 لليوم أكتر أعداد موت بالضفة الغربية صاروا بآخر أسبوعين ثلاثة من ما صار بالتاريخ وعلى هذه السيريغية في إيتامار بن كفير اللي هو الوزير الإسرائي اللي عم بيغير القانون كلمة اللي يقدر يسمح للبوليس يقوصوا على متظاهرين فلسطينيين يعني أي ديمقراطية عم نحكي والمشكلة كمان لما بتفسري أنه يلي صار بالسابعة أكتوبر ما أنه هيكي نعم بس براشوت نحن استعملت كلمة براشوت لأنه نزله بالبارابونت بس لما بتفسري أنه مش أنه هيكي فجأة صار شيء ولما بتفسري أنه هيدا تاريخ وهيدا أنه شو متوقعين من الناس اللي عايشين بسرلون 17 سنة متل ما بيقولوا أنه سجن سما مفتوح بس السجنة بيكونوا عاملوا شيطين حطوا بالسجنة هيدا تاريخ دعنا نستعمل زيت المصطلحات لما بتفسري بيقولوا لك آه سو أنت موافع بيلي عملوا حماسة وهيدا المشكلة اليوم اللي عم بيسير أنه شو ما تقوله بيرجعوا بيقولوا لك وما عم نحكي بس عن الإعلام ناس من بعضنا اللي ما أكون عم نحكي وين ما بتكوني بيقولوا لك بس شفتوا شو عملوا فينا الفلسطينية زيت الشي آه يعني أنت بتعتبر أنه يلي عملوا منيح دوري ما في نيوانس أنه أنت دعمي حماس يا خيي لا خيي لا أو بيقولوا إيه بس أنه متل ما بيقولوا أو واتباوت ايه واتباوت ازم ايه بس بزيت الشي زيت الكلمة بس بالعربي وكمان يعني لما بيقولوا متل ما قالنا ماكرون لما إجا من بعد أربعة آب رح يشلول الجنسي أنا قالنا أنه أنه أنتو سوى الطولون أوكي أنتو سوى الطولون لهوالسيسين أنه نحنا كانوا عم بيطلبوا منه أنه وقفهم وزيحهم ذات الشي بيقولوا إيه بس الفلسطينية سوتوا لحماس ما هيدة كل اللعبة كل ما عم بيصير فيه شو ما تقول عندك argument counter argument ما فيه ولا نيوانس وما عم بيصير فيه حكي هو اللي عندهم أفكارهم هو اللي عندهم أفكارهم ما حدا عم بيلاقي middle ground لنقدر نبني حديث مشترك ويكون له عازي يعني عم بيصير فيه بس حتى بيناتنا إلا إذا نحنا موفقين ما هي الميديا بتأثر على الناس شو بتحكي يعني لما الميديا بتفرجيكي هيك الناس بين بعضها هيك هتصير تحكي وهنا ما بدون حال مدية يعني عم تقولي عم ضل نتخانا ما حيصير في حال أو حاب يضلوا يتخانا وعم بيحطون كاخناء وما في حال أوكي هيدة اللي ستصروا عم بيصير ثمانين سنة The Arab-Israeli conflict The Israeli-Palestinian conflict بدون يعملوها شي كتير معقد ما يقدروا يحلوها طي ضل فيه جهة مهامة على جهة تانية و بالنهاية ما يكون في حال عشان هيك دايما نفكر أنه القضيل فلسطيني معقد كتير فنحنا مش بس معقد بدون يكرهونا بالقضية الفلسطينية يعني بيصيروا يحسسوك أنه 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 أنت يا مع القضية يا مع السلام أنه إذا بتضلك تدعمي القضية الفلسطينية الحرب هتجي على لبنان وحتصير في عنا نحنا مشكلة مثل ما كنا عم نحكي أو هتكبر أكتر هتصير حرب بالمنطقة هيدة لأين بدون يواصلونا بدون يواصلونا نكره القضية الفلسطينية بلا ما نحس وفي ناس أكيد بلا ما تحس عم تصير تقول أنه خلاص أنه نحنا ما خصنا وأنه بلاهم وهذا الشيء كتير خطر وهذا الشيء بيخوف وهذا الشيء كمان خصه بالتعميم يلي بيصير أنه لما تجي تقول لحدا أنه ليك شو عم بيصير بفلسطين في إبادة عم بتصير بفلسطين في مجزرة إنسانية عم تصير يقولك إيه بس أنه all lives matter بس التعميم هو وجه آخر للتعتيم أنت لما بتعمل بتقول عم بتحكي عن شي بشكل عام نفس الوقت أنت بتكون عم تخبي كتير قصص مثل لما ما نسمى الأشياء بأسمية لما نقول أنه هني عم يعملوا هيك لا أمريكا وإسرائيل ونتانياهو مثل ما كنتي عم تسمى لأنه إذا ما نعمم نكون عم نعطى مع كتير قصص تانية لا الفلسطينية هلأ بمشكلة الفلسطينية هلأ عم ينبادوا أوكي all lives matter على رأسي وعيني ما قلنا شي بس فلسطينية هلأ عم ينبادوا فما في نجي نعمل الواتباوتزم طبع إسرائيل هون ونقول إنه بس واتباوت يلي عم يصير بإسرائيل وواتباوت الأتاك طبع حماس وواتباوت يلي عم يصير بأميركا وما بعرف شو ودايما هيده كل القصص فجأة بيصير بدوين حكا عنا لما بيصير في مشكلة حقيقية بالشرق الأوسط يعني لما بيصير هلأ أنه عنجت فلسطين بخطر فجأة صارت all lives matter فجأة ما كانت قبل وعقصة all lives matter أنا بتذكر كنت عم بحضر the young turks في شخص اسموتشانك أحد مؤسسي the young turks وداه كان في black lives matter movement كان عم بيقول للعالم أنه يا جماعة عراسوا عيني all lives matter بس نحن عم نجيب سيرة black lives matter لأنه they didn't matter before وهلأ لازم بس نعلم مستوى حياتهم على حياة البشر ذاتي شي لالفلسطيني لما نقول فلسطيني lives matter لأنه هول الجماعة كبش محرقة ما حدا أخذهم بيعان الاعتبار لازم نقول أنه they're lives matter لنكون كلنا على ذات المستوى لأنه هلأ هن عم ينبيدوا هلأ هن بخطر صح يبلمي وبعدين هلأ العالم كله عم يقنعهم أنه هن منوا الناس وعم يقنعوا كل العالم أنه الفلسطينية أرقام ومش ناس بيموت ألاف فلسطينية ما بيأثر ما هنه بس حابت كيف ردا على بايدن بستا بلش يشكك بالنمر طلعوا دوكمنت طويل عريض عم بيحكي عن كم واحد ميت نصوا الأطفال عفكرة نعم تتنلف أكثر من 3000 ولما رح تطلع الحلقة ما معرف وبيزعل بزعل لما عندهم أرقام يعني مثل ما كنت عم تقولي أنه هوده ناس عندهم أسامة عندهم قصصهم عندهم حياتهم أحلامهم المستقبل اللي كانوا عم يفكروا فيه منهم رقم يعني أنا من نفس أصير مهندسة يعني إحنا منشوف رقم ومنزعل كيف إذا فصلنا هيدا الرقم شوي وحطيناهم كلهم اسم باسم كيف إذا شخص فقط كل عائلته بيشوف بس أرقام شو بيحس بتشوف عائلتك صارت رقم بين هالأرقام أنه الولاد عم يكتبوا أسميهم اللي بيزعل أنه مش بس عم يكتبوا اسمهم مرة واحدة على إيدهم عم يكتبوا على كل جسمهم اللي بلك يصاروا أشلاء لحتى إيده تقدر تندفن مع إيد أمه أتليست إذا صار ما بقى يعني أنه عرفت أنه مبقى عم يكتبوا بمطرح واحد عم يكتبوا بكذا مطرح بالجسم على الولاد يعني الأم تلاقي إيد أو شي يعني معهم شي بيخوص بعتدنا وصلنا على آخر البودكاست حكينا على كتير موضيع تقيلة بس بعتدنا كان لازم ينحكى فيهم لأنه هؤلاء الأساس كلنا عم نقطع فيهم كنا ربنانيين فلسطينيين عرب من وينما كان داخل البلد برات البلد بالاختراب بعتدت كان كتير هذي سردة مهمة لأنه مش كل العالم تحكي عن أنه شو عم نحس كل العالم بتحلل سياسيا كل العالم بتصل تضاو على شي معين تقنيات بس لازم ما ننسى أنه نحن كمان موجودين نحن عنا ظروفنا اللي عم نعيش فيها وما لازم نستخف بحالنا تحليل سياسي تحليل السياسي كتير مهم بهيك قصص بس في شيء إنساني بهيك مطرح بتحس أنه مش وقتها هلأ تقعد تقسم وتحل وتحكيني أنه إيه بس إني عملوا هيك قبل إيه بس إني عملوا هيك قبل أنه يعانم فيه ناس بالألافات عم بتموت وبنفس الوقت عم تسمع كل يوم أخبار أصف وكذا وكذا أنه أنت نفسيتك كيف أوكي بتحس حالك كتير غبي إذا بتسأل واحد بغزة أنت نفسيتك كيف مع أنه لازم تسأله والناس اللي بغزة بحاجة ينسأله لأنه ما عم يحكوا يا أما ما بقى في حدا يحكوا معه لأنه خسروا كل عائلتهم يا أنه مين عم يسمعون صح كله هلأ تسطيت الضوعدة شو عم بيسير على الأسف بس كل واحد فيه أنه هو إنسان عم يعيش حالة نفسية قبل كل شيء كتير بشعة صح ولازم ينحكوا معه ونحنا نفس الشيء مش نفس الشيء بس نحنا كشئ نفسي كمان بحاجة نحكي صح وهذه السردة أنا مستطية كتير ولازم نحكي لازم دايما نحكي وما لازم نستحل من المشاكل اللي عنا إياها ما لازم نستحل نحكي مع أصحابنا عن أنه قدين إحنا متدايقين بشو عم يصير بغزة ونحس حالنا أنه سخيفين أنه كيف يعني إحنا متدايقين وليك شو عم يصير بغزة لا لأنه الإنسانية بحاجة لأنا لأنه لما بتكون هالقد الإنسانية بخطر هو أكتر وقت لازم نعزز فيه إنسانيتنا ولحتى نعزز إنسانيتنا نتقرب من حالنا أكتر ونفوت لحالنا أكتر ونعمل الأشياء اللي منحبها ونضلنا قوية لحتى نقدر ننقذ هيدا الإنسانية وننقذ كل الناس اللي بحاجة اللي قلنا أضمم نقدر نعمل ففي أمل؟ في إيمان في إيمان أنا الأمل هو لما يكون عندك خيارين لما يكون فيه two possibilities وأنه يا أما بتصير يا أما ما بتصير فأنه مجرد أنه فيه احتمال الشغلة تصير فأنه فيه أمل الإيمان هو لما يكون فيه possibility واحدة بس هيدا الشغلة رح تصير وأنا عندي إيمان أنه الحق صاحب كل صاحب حق بهيد الدنيا رح ياخد حقه ولو بعد حين أنا عندي إيمان أنه الحقيقة رح تبين أصلا كلمة حقيقة جاي من كلمة حق والحق بيتتاخد بالسلم بالقوة بيتتاخد فأنا عندي إيمان بيالي رح يصير عندي إيمان أنه كل صاحب حق رح ياخده إن شاء الله خير أغية شو رأيك فيه أمل؟ أكيد دايما بس ليش دايما فيه أمل؟ لأنه باعتقد حتى لو النتيجة مش متل ما بنتخيلها لو حتى النتيجة مش قد أميلنا أنا مستعدة كذب على حالي أقول فيه أمل لأنه إذا أنا فقدت لهيدا الأمل فيه كتير ناس بحاجة لأنه أنا أكون عم عم آمن فيهم عم آمن بمستقبلهم كما أنت قلت عم بحكي عن مستقبلهم ما عم كون إنهزامية لأنه ما عتمدين علي مش أنا علي ما عتمدين على الإنسان الآخر فأنا قبليني لو شو ما كانت النتيجة عيش بكذبة أو حقيقة اسمها أمل لأنه أنا بالنسبة لألي حي الله كيان ظالم لو كان إنسان أو كان دولة إلى زوال أنا وقتها ريت تاريخ ريت مئات سنين من التاريخ كان فيه مئات سنين من الاحتلال بجميع أنها العالم كلهم كانوا إلى زوال فأنا بعتقد اليوم قدام هل 8000 ناس اللي ماتوا بعدين رح يتطلع وينما كانوا كانوا أو ما كانوا بالحياة بعد الموت رح ينبسوا لأنه إلى زوال الاحتلال أكيد معيك حق يعني أنه التاريخ ما رح ينسى وانتو عجانب الحق التاريخ On the right side of history نعم وهيدي ما رح ننسيها مثل ما هوليك ما رح ننسى كمان رح يكون لما رح نفتح كتب نحنا لا وإن شاء الله إيه نحنا نقدر نفتحه للكتب كل شي موسى إن شاء الله نحنا نشوفه عوقتنا عوقتنا بس يومينما لما رح يفتحوا كتب التاريخ كيف كان نحاطه للصور الناس يعني من كراهن عمله و أزيه و ديكتاتورية و تيرانية رح نشوف صورهن ما كنا نصدق كيف هيك نفسي ما كنا نصدق ما كنا نصدق ما كنا نصدق ما كنا نتخيل كيف شخص عجال كي نعمل إباد مثل الهولوكوست وهي عم بتصير قدامنا ما كنا نتسيقل كيف العالم سكتت سكتت وخليت إنه هيك شي يصير بس نحنا لطالما موجودين ما هنسكت ما هنسكت في مثال بيقول حبل الكذب قصير مضبوط ما هنسكت سوء تريخي أصير شكرا جزيز كان بتعادل بحسابة شكرا جزيزي شكرا جزيزي شكرا جزيزي شكرا جزيزي شكرا جزيزي شكرا جزيزي لأشخاص اللي بدأت لقيكم هم بتلقيكم جزي أنا على انستغرام دانا عبدالصمد فيسبوك دانا عبدالصمد طريق أنا على انستغرام غيا الأصاد و تويتر غيا Underscore الأصاد بتلاقييني كمان بالبحر بالطبيعة بعمل هايكينغ بتلاقولي بالنص البحر عاشي جزيرة بصور فيا جماع هدا فريق أعمال سردي ورا الله طبعا ما من أدود فريق أعمال سردي غيا عند دانا كتير مبسطة فيكم كتير مبسطة ومش أخي مره مصطدي بكم حبيبي كتير مبسطة فيكم شكرا للمشاهدة